مبارح طلاب الثانوية العامة شعوبة أدبي وعلم علوم انتهوا من الامتحانات أما شعوبة علم رياضة فهتمتح اليوم السبت آخر مادة وهي مادة الديناميكا بكده يكون الامتحانات خلصت بشكل نهائي بالضغوط بقى اللي عليها على الطلاب طبعا اللي شافوا ضغوط كتيرة جدا على مدار السنة كاملة من أكيد زي الولاد تتخلص من ضغط الامتحانات على مدار الفترة الماضية ده اللي حنعرفه في فقرتنا النهاردة من الدكتور عاصم حجازي أستاذ علم النفس التربوي المساعد بكلية الدراسات العليا للتربية جمعة القاهرة يا دكتور منوارنا أهلا وسهلا بحضر صباح الخير يا دكتور أميرنا صباح الخير يا سيد محمد وكل أستاذ المشاهدين يا دكتور الولاد يعني بنقول أن فترة السنوية العامة دي من الفترات اللي بتبقى صعبة عليهم وبتبقى فيها دايما ضغط برغم أن احنا دايما بنوعد نقول ما تضغطوش نفسكم ونحاول نهاية الجو في الأسرة ولكن شئنا أبينا بيبقى فيه نوع من أنواع الضغط زي الولاد تتخلص بقى من الضغط ده وتحس أنها خلاص بقى محتاجة تاخد أجازة ومحتاجة تريح ومحتاجة تتنفس كده بهدوء طبعا بالتأكيد السنوية العامة مش بس فترة الامتحانات فترة الامتحانات وما يسبقها يعني الطالب حتى هنقول أنه من بداية ما بيلتحق بالمرحلة السنوية بيدخل فيه دوامة من الضغوط لكن هي بتتضاعف طبعا وبتكتر في الصف الثالث السنوي والضغوط دي الحقيقة بتشمل الطالب وبتشمل الأسرة كلها يعني مش بيبقى هو الوحده متحمل المسئولية ومش هو الوحده اللي بيبقى متعرض للضغوط فالبيت كله بيبقى الحقيقة بيواجه قدر كبير جدا من الضغوط ومحتاجين إن احنا بعد انتهاء الامتحانات البيت كله ياخد فترة من الراحة ويبدأ يستعيد نشاطه من جديد احنا دايما بننصح ابناءنا الطلاب بعد انتهاء الامتحانات وهذا الضغط الكبير اللي تعرض له الطالب والأسرة فيه خاصة في أيام الامتحانات إنه لازم على الأقل يومين كاملين بعد انتهاء الامتحانات يبقى ما فيش أي نشاط ذهني أو أي حمل نفسي بيتعرض له الطالب يأكل وينيم يبقى هادي جدا ما يفكرش في أي حاجة خالص على الإطلاق لأنه طبعا أجهد نفسه كتير جدا زهنيا ونفسيا وكمان بدنيا طوال فترة الامتحانات اللي حاكت فترة طويلة جدا فعملية الفصل دي مهمة جدا لأنه طبعا إحنا بنقول يعني كسرة التعرض للضغوط الحقيقة لا تأثيرات كمان بدنية يعني يمكن الفقرة اللي فاتت كنا بنتكلم عن الصداع وده قد يكون أحد أعراض الشعور بالقلق والتوتر والضغوط اللي بتقع على الطالب يعني فيه مخاطر جسمية وفيه مخاطر نفسية فيه إجهات ذهني تعرض له الطالب طوال فترة الامتحانات وطوال فترة الدراسة فإحنا محتاجين أن ناخد راحة يعني على الأقل لمدة يومين مفيش أي خالص نشاط ذهني أو بدني أو تعرض لضغوط نفسية بحيث أن أنا يعني أبدأ أن أنا أستعيد نشاطي مرة أخرى مفيش مانع بقى بعد اليومين دول ما يخلصوا أن أنا أخرج بقى وأتفسح لأن جانب الطرفيه ده الحقيقة كان بيبقى جانب مشوخة حقه بقى طوال فترة الامتحانات وما قبلها بيبقى برضو يعني بحذر شوية فمفيش مانع بقى أن الطالب يخرج لقضاء بعض الوقت يعني كفوسحة كده ويستحسن أو يفضل أنه يكون فيه مناطق فيها مياه لأن المياه دي بتبعث على الاسترخاء والهدوء النفسي الأسرة بقى والعلاقات الاجتماعية اللي احنا أهملنا فيها طوال فترة الدراسة في المرحلة السنوية الطالب بيروح المدرسة يرجع من المدرسة يروح الدرس فما فيش تواصل أسري ودي المرحلة المهمة أصلا التواصل الأسري فيها بيكون ضعيف شوية أو الاجتماعي كمان بيكون ضعيف شوية والأسرة تجتمع في حوار وتجتمع في يخرجوا مع بعض يعني نبدأ بقى العلاقات الاجتماعية والروابط اللي بين الطالب وأسرته نبدأ نقويها بعد الفترة دي ما تخلص هنرجع تاني هنرجع تاني بقى علشان نستعد لضغوط المرحلة الجامعية طب استنى قبل ما نستعد بقى ما احنا عايزين يسيب الناس تتفسح شوية تتبسط طب كان دايما يعني بعد أفكر كده بالنسبة للطالبة اللي بتخرج من المتحان تفضل تراجع في الإجماعات بتاعتها دا ايه اسبابه يعني فيه ناس بتخرج من الامتحان خلاص رمى كل حاجة شال كل حاجة رضا الامتحان خلص بالإجابات بتاعتي بحلوها بمرها بالصحة بالغلط خلاص انا عملت اللي حصل حصل يعني وفيه بعض الطلبة كان يخرج من الامتحان يجيب الورقة كده ويقول لأ دا انا عملته كذا ويرجع يفتح الكتب والمذكرات بتاعته ويشوفه وعمل ايه ومعملش ايه ويفضل الآن حتى في الفترة دي بعد الامتحانات ما خلصت هو عايش الآن ومتوتر دا سببه ايه؟ سببه انه متشبس او بالحلم بتاعه وعنده حلم وعنده طموح ومش عايز يسيبه خالص بأي طريقة من الطرق وعايز يتأكد انه يعني قرب من الهدف بتاعه يعني فعايز بقى يراجع علشان يتأكد هو ووصل لحد فين يعني دا مؤشر كويس انه عمل عليه مثلا او كان تعبت؟ هو هل لهذا الاجراء فايدة؟ يعني انا لو رجعت بعد خروجي من اللجنة هذا الاجراء له فايدة يعني هيعود علي بأي نفع بالتأكد لا فهذا الاجراء ليس له اي داعي على الاطلاق احنا بنتكلم مع ابنائنا الطلاب في فترة المذاكرة بنقول لهم يمكن قلنا مع حضراتكم قبل كده في البرنامج انه مطلوب شوية قلق علشان نقدر نذاكر ونقدر نجمع ونقدر يعني يبقى عندنا دافع ان احنا نذاكر بس القلق هنا له وظيفة او القدر المعقول من القلق ده له وظيفة انه بيديني دافع ان انا اذاكر وكمل واحقق طموحي بس انا عايز اسألي دكتور ايه المشكلة انه يطلع يراجع من الامتحان يبقى عارف هو عمل ايه عشان الاسبكتيشنز او سقف التوقعات لما بيعلى وانا مش محدد انا عامل ايه بيبقى فيه احباط وبيبقى فيه توتر وبيبقى فيه شعور بقى بالانكار من النتائج ايا كانت جيدة او غير جيدة هو احنا قلنا دلوقتي في اسناء الامتحانات واسناء الدراسة بيبقى مطلوب شوية قلق كده علشان نقدر يبقى عندنا دافع ونذاكر لكن دلوقتي لو انا رجعت بعد ما خرجت من اللجنة ده مش هيفيدني بأي حاجة يعني القلق هنا ليس له وظيفة مش هيديني دافع مش هيديني حماس مالوش اي حاجة الا انه هو هيبقى فيه قلق ممكن يأثر علي نفسيا ممكن يأثر علي بدنيا بدون اي فائدة تذكر انا عايز بس ابناءنا الطلاب ياخدوا بالهم من نقطة مهمة وكمان اولياء الامور ان النتيجة مش هي النهاية اللي احنا بننتظرها طبعا طبعا بالتالي انا مفيش داعي ان انا عود احسب انا جاوبت كام اجابة صح وادخل نفسي في نوبات القلق والتوتر دي لان ما منهاش فايدة ولان النتيجة بالنسبة لي مش هي النهاية وانما هي البداية فانا بستنى لما اشوف النتيجة عاملة ازاي عشان هتبقى هي دي البداية بتاعتي اللي انا هبني عليها بعد كده خططي المستقبلية وابدأ احدد اهدافي محددش اهدافي مسبقا لان انا لسه معرفش النظام وخلينا نضرب مثال بسيط يا فندم علشان برضو ابناءنا الطلاب يعرفوا لو حضرتك رايح تكشف عند طبيب وطلب منك تحليل هل بيدي لك العلاج قبل نتيجة التحليل ولا بعده بعد نتيجة التحليل فاحنا دلوقتي امتحانات السنوية العامة بالنسبة لنا هي النتيجة بتاعت التحليل اللي هنستعين بيها في ان احنا نوصف بقى الخطة السليمة الصحيحة لاستثمار قدرات الطالب ده وان هو يعني يحقق نجاح في مجال معين فيعني بنأكد تاني ان النتيجة لما تظهر ان شاء الله هتبقى هي دي البداية وليست هي النهاية اللي احنا ممتظرينها وبالتالي مفيش اي داعي اطلاقا لان انا اراجع ودخل نفسي في نوبات القلق لان انا لسه ما بدأتش انا لسه هبدأ لما النتيجة تظهر طيب دكتور خلينا متفقين برضو ان الطلاب في هذه المرحلة والفئة العمرية دي ما بيكونش عندهم الادراك الكامل لطبيعة المرحلة والامور وان دي سرمال عامة بيبنى عليها حاجات كتيرة جدا التوتر في غالبية الاوقات بيجي من الاهل هم اللي بيقوا شغلين بالهم زيادة عن اللزوم بالمجموع والدرجات وفلان عمل ايه وقال لان عمل ايه وذاكر لان انت لو ما عملتش مش هتروح مش هتتعلن تعليم كويس فبالتالي ما لكش مستقبل حالة التوتر دي هل بالفعل سببها الاهالي فقط ولا الاولاد برضو يتحملوا جزء ما لا صح جدا زي ما حداك بتقول يا فندم الاهل بيتحملوا جزء كبير من المسئولية في نشر ثقافة القلق بين الابناء لانهما الحقيقة بيتدخلوا في تحديد مستقبل الابناء بدون وعي في اغلب الاحيان يعني هو الاهل ما بيبقاش عندهم وعي حقيقي بقدرات ابنائهم مش عارفين بشكل دقيق ابنائهم دول متميزين في ايه ويقدروا ينجحوا في ايه ولانهم طبعا يعني بيرموا المسئولية كلها على المدرسة ومش متابعين بشكل جيد لنشاط ابنائهم الاكاديمي فمش عارفين نقاط التميز عندهم فبيبدأوا يفرضوا توقعات على ابنائهم مش مناسبة لقدرتهم انا عايز ابني يطلع كذا وساعات بيبقى التفضلات خاصة بمهن الاب والام انا الاب طبيب فانا عايز ابني يورس العيادة او هو اللي بعد منه في العيادة وانا هسهل علي الموضوع بحيث ان انا في نفس المجال فبيبقى فيه ترشيحات وتفضلات لمسارات معينة في الدراسة بتبقى نابعة من الاهل وقد تكون غير متوافقة تماما مع قدرات الابناء فده بيحط الابناء تحت ضغط انا عايز ارضي الاب والام بس انا مش قادر مش قادر اوصل للمستوى اللي هم عايزينه ده او الحاجة ده مش ميولي او مش بتتفق مع قدراتي انا مش حبي بالمجال ده فهنا ده بيحط الابن في ضغط بعض الاسر بقى بيعني بتركز قوي على موضوع المقارنة وتقعد بقى تسأل الابن زميلك فلان عمل ايه وهو الاحسن ولا انت من اللي جاوب صح من اشطر واحد بيجاوب في الفصل او في الدرس ده بنخالتك عمل كذا ودخل كله كذا طب يعني احنا مناش دعوة يعني ده حالة وده حالة كل واحد محكوم بخصائصه ومحكوم بقدراته مهما عملنا مش هيقدر يتجاوز قدراته اللي ربنا منحه اياها فاحنا لازم نبقى وغطين بالنا من النقطة دي ولما بنتكلم في النقطة دي كتير ده بيمثل برضو ضغط كبير على الابناء لما برضو بعض الاسر بتبقى يعني بتقدم الحب والاهتمام المشروط يعني انت حبيبي وابني لما تبقى شاطر ومتميز ونفسي تعملي كذا علشان يبقى مبسوط بيك وهكذا ونفسي تدخل كلية كذا علشان يبقى فرحان بيك الكلام ده كله طبعا ما ينفعش لان ده بيحط برضو الطالب تحت ضغط كبير اذا زي ما حضرتك تفضلت واشارتها اسم محمد معظم الضغوط النفسية منبعها او منشأها من الاسرة سواء بشكل مباشر او بشكل غير مباشر ممكن جزء منها بيكون نابع من الطالب نفسه الطالب نفسه عنده ميول كمالية او عنده مستوى مرتفع اوي من الطموح او مش على وعي كافي برضو بقدراته وهو يستصار ذاتيا للشعور بالقلق والتوتر والاسرة يعني لا تتدخل لتهدئته او ما يبقاش عندها استراتيجيات تعالج بها القلق ده اكيد الايام الجاية ان شاء الله نحاول بقى نخف الضغط على الولاد اللي حصل حصل خلاص زي ما دكتور عاصم بيقول ان شاء الله اللي جاي يكون احلى وافضل كل شكر للدكتور عاصم حجازي استاذ علم النفس التربوي المساعد بكلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة نورتنا دكتور احمد صلى الله عليه وسلم شكرا جزيلا لحظة شكرا جزيلا لحظة